يعني مما يعني تحمد عليها السعودية قبورهم كلها متساوية حتى قبر الملوك والدول الأخرى تتفاوت عندما الكويت ها حدث ولا حرد اللوحات وشي مرتفع وشي مبني على اللوش هذا كل ما يجوز وكان في الحجاز قبل قيام الدولة السعودية هكذا في صور موجودة قباب مرتفعة كلها سويت سويت في الأرض كلها وهذا مما يشكرون ويحمدون عليها تطبيقا للسنة أما عدت في الدول الأخرى لا أخاصة كان واحد من الأولياء كما يقولون ولا شيخ ولا صاح الطريقة يعملون مزار كبير وقباب وربما رصد بالذهب الخالص وصارت له مزارات وتمسح يتمسعوا فيه وصلوا عنده ويطلبون الحاجات وهذا هو الشرك الأكبر ففتنة القبور فتنة عظيمة جدا لا